بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه مينج وهو في المطار ورايح يستقبل شخص جاي من امريكا اسمه ستيو ومعه بنته باربي وبعدها بياخدهم بالعربية عشان يوديهم لبيت اخوه وفي بيت اخوه بنشوف بنتي اسمها سونج يونج وهي بتنادي على اختها الصغيرة سونجا علشان يتغده بس سونجا بتبقى قاعدة تسرح شعرها وبتحط مكياج وبيبقى باين عليها انها مهتمة بنفسها عن سونج يونج وبتصمم سونجا تقوم تتغده وبتقول لها انما في تريتش فبتقول لها سونجا انها عاوزة تبقى رفياع زي عروسة باربي لكن سونج يونج بتقول لها انها لعبة مش انسانة عشان تبقى عاوزة تكون شكلها وان عمرها ما هتبقى رفياع زيها ولما بتلاقي سونجا مصممة انها تبقى زيها بتسيبها وبتمشي وبتروح يتغدى مع باباها واللي بيبان عليه انه عنده تأخر عقلي وانه سونج يونج هي اللي بتهتم بيه وبتهتم باختها سونجا وبعدها بنشوف عربيت مينج وهي عطلانة في الطريق وبيضطروا انه هما يوصلوا البيت اخو ماشي ولما بيوصلوا البيت مينج بيطلب مينج من بنت اخوه سونج يونج انها تسلم على ستيف وبيقول لها انه هيبقى ابوها الامريكي الجديد لكن ستيف بيبقى بيعملهم بقرة ولما بيحاول ابو سونج يونج انه يقدم اكل الباربي بيزعقله وبيوقع منه الاكل على الارض لكن باربي مش بيبقى عاجبها تصرفات بابوها وبتقوله انها جعينة لكن ستيف بيقول لها انه هما هيبقوا ياكلوا لما يروحوا الفندق فبياخدهم مينج وبيمشي وبيطلب من سونج يونج انها تنظف قوة ضيوف وبنعرف ان مينج بيدير بيد استضافة صغير على الشط ومشغل سونج معاي وبعدها بتلمح سونج يونج باربي والاطفال بيتنمروا عليها وعاوزين يلمسوا شعرها الاصفر فبتطلع النبلة بتاعتها وتضربهم بيها وبتاخد باربي وبتجري بعيدة عنهم وفي الوقت ده بيكون مينج بيحاول انه يصلح العربية بتاعته عشان يوصلهم الفندق فبتيجي سونجا وبتقدم لستيف ازازة بابسي لكن عمها مينج بيتضايق انها جايبة بابسي لستيف وبس وبيقول لها ستيف انه مش بيشرب البابسي وانه بيحب الكولا وطبعا بيبقى بيكلمها بالانجليزي وهي مش فاهمة كلامه فبياخد عمها مينج هو البابسي وبيشربها فبتتخلق معها سونجا بس بيوقعها على الارض وبعدها بتكون سون يونج باربي قدر يوصلوا المكان بعيدة عن الاطفال والغريب انهم بيقدروا يتواصلوا مع بعض على الرغم من انهم مش بيتكلموا نفس اللغة وبتعجب باربي بالنبلة بتاعت سون يونج فبتعلمها سون يونج زي تستخدمها وبتدها الهدية وبالليل بيبقى مينج بيجهز ورق تبني سون يونج وعاوز اخوه يمضى عليه وفي نفس الوقت بتبقى سونجا قعدة في قضيتها وبتحاول تتعلم انجليز عشان تقدر تتواصل مع ستيف بس عمها بيزعق لها وبيقول لها انها مش هتعرف تتعلم انجليزي وبيطلب منها انها تقفل الباب عليها وبعدها بيخلص مينج ورق التبني بيطلب من اخوه انه يمضي عليه وقابل انه هيديله اكل بس اخوه بيتحك عليه وبيمثل انه هيمضي وبياخد الورق وبيقفل الباب وبيتدايق مينج وبيشتمه ووقتها بتبقى سون يونج بتغسل الاطباق في بيت الضيافة بتاع عمها وبيدخل عليها واحد ساكران وبيسألها عن سهر الليلة فبتقول له سون يونج الاسعار بتاعت المكان بس مش بيعجبه وبيديها قل من التمن اللي هي طلبة وسون يونج بتخاف تاخد منه وبتقول له ان عمها يزعق لها بس بيجي عمها وبيقبل المبلغ وهو متضايق وفي قوضة الفندق بنشوف باربي وهي بتكلم اختها سوفي التليفون وبتحكي لها عن سون يونج وبتقول لها انها دفعت عنها وديتها النبلة بتاعتها وانهم وبسوطين سوا نفس الوقت بتسأل سون جا اختها سون يونج عم معاد سفارها الامريكا وبتسألها لو كنت هتسافر وتسيبها مع ابوهم المختل الوحدها فبتقول لها سون يونج انها مش هتسافر وتسيبهم وانها هتفضل علشان تهتم بيها وبابوهم فبتقول لها سون جا انها هي اللي هتسافر مكانها فبتستغلب سون يونج ان سون جا مستعدة تسافر وتبعد عن عيلتها لكن سون جا بتقول لها انها بتكره عيلتها وانها مش عاوزة تفضل في المستنقعداته لعمرها وبتضربها وبتطلب منها انها تروح تقول لعمهم مينج انها مش عاوزة تسافر وانه اختها سونجا هي اللي هتسافر مكانها وبتسمع سونجا كلامها وبتروح لعمها بطيافة وبتقوله انها مش عاوزة تسافر امريكا وتسيب باباها وبتطلب منها انه ياخد سونجا مكانها بس بيرفض وبيقول لها ان سونجا تعبانة وبعدها بينشوف سونجا وهي نايمة وتعبانة وبتقحها وبتفتح الدرجة وبتاخد منه كمامة بتلبسها وتنام وتاني يوم بتروح سون يونج تتكلم مع باباها وبتسأله لو كان موافق ان اخوه منجي بعتها امريكا سبيبان على ابو سون يونج انه بيخاف عليها ومش عاوزها تمشي وبيقول لها ان امريكا فيها اسلحة وانها هتموت لو راحت هناك وبيحضنها وفي نفس الوقت بتبقى سونجا محضرة الفطار ورايح لعمها منج عشان تقنعه انها تروح بدل سون يونج امريكا بس عماها بيرفض وبيقول لها انها عيانة وانها مش تتحمل السفر فبتتدايق سونجا وبترمي الفطار اللي هيكات محضرةه على الارض بس عماها منج بيشيله من على الارض وبيرميه في وشها وبعدها بتروح سون يونج وسونجان مدرسة وبيبقوا متأخرين بس سونجا مش بتبقى خايفة من التأخير زي سون يونج ولما الاستاذة بتعتبها عشان اتأخرت مش بتهتم بكلامها وكمان بتطلع كتاب الانجليز في حصة الرياضيات عشان تقدر تتكلم مع ستيف وفي نفس الوقت بنشوف الاطفال كلهم وهما بيلعبوا حوالين سون يونج وهي الوحيدة اللي قاعدة بتعمل مدليات موبايلات علشان تبعها بعد المدرسة وبعدها بتبقى باربي قاعدة زي انا وبتطلب من ابوها ستيف انها تروح على الشط بس بيبانى على ستيف انه عنصري جدا لما بيقول لها ان البحر في كوريا شبه المجاري وانها هيجي لها امراض لو نزلتوا بس باربي بتترجى انه هما يروحوا فبيوافق في الاخر وعلى الشط بتقابل باربي سون يونج وبتكلم مع بعض على رغم انه ميفيش حد فيهم عارف لغة دي التاني وبيتبع لها سون يونج مادليا بمية دولار وبيقطعهم ستيف وبياخد باربي وبيمشي ومش بيبقى عاوز باربي تتعلق بسون يونج وبعدها بترجع سون يونج البيت علشان تحضر الغدا بس بتلاقيك الاكل بسيطة ولما بيشوف باباها نكميت الاكل بسيطة بيستخبى منها عشان يخليها تأكل وحدها بس سون يونج بتطلع تدور عليه ومش بتلاقيه ولما بترجع البيت بتلاقي سونجا معاها المائة دولار اللي خدتهم من باربي وبتسأله هي جبتهم منين فبتقول لها سون يونج انها باعت لباربي مادليا لكن سونجا بتقول لها انها نصبت على باربي واني قيمة المادليا اللي بكثير من المبلغ اللي هي اخدته وبتخدعها وبتقول لها انها تروح ترجعهم لباربي وبتخوفها وبتقول لها ان الشرطة هتيجي تاخدها لو ما رجعتش الفلوس وبتاخد الفلوس وتمشي وبعدها بنشوف سونجاو هي واقفة قدام الفندوق اللي باربي قاعدة فيه لكنها بتغير رأيها وبتروح تبدل الميت دولار بفروسكوري وبتروح تشتري مكياج وستين وفي نفس الوقت بيروح مانجل سون يونغ وهي بتغسل الهدوم وبيطلب منها انها تستحمى وتغسل وشها عشان يصورها الجواز استفق لكن سون يونغ بتقوله انها لازم تغسل الهدوم وانها مش عاوزة تروح امريكا وبيتعصب مانج وبيرمي الهدوم على الارض والبيغسلها وشها بالعافية فبيحاول بابوها انه يدفع عنها بس مانج بيدربه وبياخدها بالعافية طوال الطريق بيحاول ابو سون يونغ انه يمنع اخو مانج لكن مانج بيدربه وبياخد سون يونغ بالعافية ووقتها بيبقى ستيف واخد باربي وبيروحي اشتري لها فستين ليها وفستين لاختها سو وبعدها بتوصل سون يونج للمصور مع عمها مينج وبتتصور بالعافية بس سون جا بتشوفهم هم خارجين من الستوديو وبالليل بترجع سون جا للبيت وبتحط من المكياج اللي هي اشتريته وبتلبس فستانها الجديد بتخرج عشان تفرح سون يونج وبيخرج باباها من القوضة وبيقولها انها جميلة جدا وبيرقصوا هم التلاتة سوا وفاجأة بيدخل عليهم مينج وبيزعق لهم وبيطلب من سون يونج انها تروح ترائب بيت الضيافة بتاعه وفي الفندق بتسأل باربي باباها عن السابل اللي مخليه عاوز يتبنى بنت على الرغم من انه عنده بنتين وبتقوله ان التبني خطير وبالذات لما بيبقى الاطفال عندهم اهل فبيقول لها ستيف ان ابو سون يونج متأخر عقليا لكن باربي بتقوله ان ابو سون يونج بيحبها وانه يقدر يبقى لها الاب بالرغم من انه متأخر عقليا فبيقول لها ستيف انها لسه صغيرة وانه بيتبنها عشان يعيشها في بيها افضل ووقتها بنشوف سون يونج وهي في بيت الضيافة بتاع عمها وبترسم لكن فجأة بيخرج واحد من قطة وبيطلب من سون يونج انها تجيب له بيرة ولما بترفض بيعرض عليها فلوس مقابل انها تدخل معا القوضة وبيحاول ياخدها بالعافية بس ابو سون يونج بيجي في الوقت المناسب وبيضربه وبياخدها وبيرجعه البيت وهي على ظهره نايمة وتاني يوم بتشوف باربي سون يونج وهي بتبيع المادليات بتاعتها في المطعم اللي بتتغدى فيه هي وابوها ستيف وبيروحوا يتكلموا مع بعض فبتعتزل لها سون يونج لانها اخدت منها 100 دولار وبتقول لها انها مكادش تعرف انه مبلغ كبير وبتسألها لو اختها سونجا رجعتها لها بس باربي مش بتبقى فهمة ولا كلمة من اللي هي بتقولها لها وبتطلب منها انها تتغدى معاها هي وبابوها لكن ستيف بيرفض وبتبقى باربي مش فهمة ليه هو بيرفض مع ان سون يونج هتبقى فرد من عيلتهم وبالليل بتستغل باربي ان بابوها خرج وبتروح تدور على سون يونج وبتاخدها و بيروحوا يتعشر وبتبقى سون يونج كل اللي بتفكر فيها واختها سونجا وبتسأل باربي سون يونج عن السلسلة اللي هي لابساها وبتقول لها سون يونج ان فيها صورة مامتها وان هما كانوا عايشين في صال مع مامتهم وانها ماتت وبتقول باربي لسون يونج ان مامتها هي كمان مامتت وهي رايحة تدرس في صال بس الوقت بتبقى سونجا بتجي طلبات للناس اللي مؤجرين عن دعمها عشان يدولها بقشيش ويتحوش وتقدر تروح امريكا عشان تشوف باربي وبعدها بتروح سون يونج وباربي يتصوروا وشوية وبيروحوا الفندوق وبتدي باربي لسون يونج فستان اختها سو بس سون يونج بتقول لها انها هيبقى حلوة على اختها سونجا وبعدها بيروحوا يستحاموا مع بعض وفجأة بيدخل عليهم ستيف ولما بيطلب منه باربي ان سون يونج تبات معاها في الفندوق بيرفض وبيرجعها لأهلها ولها بتشوف سونجا اختها وهي نازلة مع ستيف بتتدايق منها وبتزعق لها ولما بتديها سون يونج بقى العشان اللي قالته مع باربي بترميه على الارض وبتقول لها انها مش كلبة عشان تأكل البوائي بتاعتها وبتقول لها انها مش هتسبها تروح امريكا بسهولة وبتتهمها بانها بتكذب عليها لما قالت لها انها مش هتروح امريكا وبعد شوية بيشوف ستيف الصور اللي باربي تصورتها مع سون يونج فبيقطعها وفي نفس الوقت بتبقى سونجا بتعمل نفس الحاجة في الصورة اللي مع سون يونج وتاني يوم بتروح سونجا للستوديو اللي سون يونج تصورت فيه وبتاخدوا الصور بتاعت خطوها من المصور وبعدها بتروح سونجا لفندق اللي ستيف وبتقول لها انها اخت سون يونج وبتطلب منها انها تقضي اليوم معاه هو وباربي وبتوقع بتتكلم انجليزي ولما بيروح مينج لستوديو عشان ياخد صور سون يونج بيقوله المصور ان بنت أخو خدت فبيزعق له وبيطلب منه صور جديدة وبعدها بينشوف سون يونج وهي بتهتم بستيف وبتشربه بالعافية وبتبقى باربي متضايقة من تصرفاتها شوية وبيروح مينج لستيف وبيطلب منه فلوس ولما بيرفض بيهدده مينج وبيقوله انه هيبقى يقول لسون يونج على سره وبعد ما اليوم بيخلص بتودع سونجا باربي وستيف وبتمشي بس باربي مش بتبقى حباها وبتقول لباباها انها مزيفة وانها بتكرهها وانها بتحب سون يونج لانها حقيقية وبالليل بترتفع حرارة سونجا ولما بتحاولها انها تحط لها كمادات بتزعق لها وبتقول لها انها مش تعبانة وانه يومها كان متعب مش اكتر وبتقول لها انها قضت اليوم مع ستيف وانه حبها وهياخدها هي معا امريكا بس سون يونج مش بيبقى فارق معا الكلام ده وبتترجه عشان تحط لها كمادات بس سونجا بطرفت بارت وتاني يوم بتكتشف سون يونج انه سونجا ما رحتش المدرسة وده بيبقى لان سونجا بتقرر انها ترقب عمها وبتشوفه هو خارج من الستوديو مع صور سون يونج نفس الوقت بتروح باربي لسون يونج المدرسة وبيلعبوا مع بعض علينا وفجأة تليفون باربي بيرنه بيبقى الاتصال من باباها واللي بيجي اخدها على طول وبعدها بيروح لمينجو بيطلب منه انه ياخد سونجا بدل سون يونج وبيقوله انه سون يونج وباربي متعلقين ببعض وانه خايف لنفسية باربي تتعب لما تكتشف انه هم عاوزين يعملو مع سون يونج فبيتعصب مينجو بيقوله انه سونجا تعبانة بس ستيف بيبقى مصر وبيطلب منه انه يعمل لها فحص في المستشفى ويحجز لها جوز السفر وبعدها بتشوف سونجا ستيف وهو خارج من عند عمها فبتجري عليه وبتديله كلها من اللي بيحبها فبياخدها ستيف وبيروحوا المستشفى وبيقول لها انه هياخدها معاه امريكا زي ما هي حبا وبعدها بيروحوا كلهم يتجمعوا في مطعم وبيبلغ ستيف باربي انه هم هياخدوا سونجا بدل سون يونج بس باربي تدايق وبتقوله انها مش بتحب سونجا وانها لازم تختار اللي هتبقى اختها فبيقول لها ستيف ان سون يونج مش عاوزة تروح امريكا فبتطلب باربي من مينج انه يترجب لسون يونج وبتسألها لو عاوزة تروح امريكا بس سون يونج بتقولها انها عاوزة تعيش مع اختها وابوها وبتقطعهم سونجا وبتقولها انها بتحب امريكا وانها عاوزة تعيش في امريكا بس باربي بتدايق وبتقولها انها بتكرهها وانه صوتها وعنيها مخيفين بس سونجا مش بيبقى همها باربي وبتقول انها مش عاوزة غير ستيف بالبيت بتلوم سونجا سون يونج لان باربي بتكرهها وبتتهمها انها قالت لباربي كلام وحش عليها بس سون يونج بتنكر وبتقولها انها ما قالتش اي حاجة وبتقول إنها فعلا بتتمنى إنها ما تروحش أمريكا بس سونجا أول ما بتسمع الكلام ده بتتعصب وبتدرب سونجا وبتقول لها إنها مش هتفضل طول عمرها في البيت القذر ده ولا مع أبوها المختل وبتسيبها وبتمشي وبالليل بيروح مينج الأخوه بورقة بني سونجا وبيقوله إنه هياخدها بدل سونجا بس أبو سونجا بيبقى رافض برضه وبيضربوا بعض وفي الوقت ده بتبقى سونجا نايمة وبتترعش متعب فبتحضنها سونجا وبتترجاها ما تتعبش وتاني يوم بيروح ستيف مع مينج يجيبه الفحوصات بتاعت سونجا وبتطلع سليمة وبعدها بيروح ستيف يتكلم مع بنته سوه اللي بنيكتشف إنها مريدة قلب إن ستيف واخد سونجا علشان ياخد قلبها لسو بنته وبتبقى باربي بتتنصط على بابها وبتسمعه وبيتكلم وبتفهم هو ليه ما كانش عاوز أتقرب من سونجا وإنه اختار سونجا مع إنه بتكرهها وفي الوقت ده بيكون جواز سفر سونجا طلع فبيدهولها عمها وبيطلب منها إنها ما تلوموش لما تروح أمريكا لكن سونجا بتسيبه وبتروح الحمام وبتقوله وهي في الحمام إنها تفضل ممتنة ليه وبتشكره إنه هيوديها أمريكا وبتبقى مبسوطة جدا فبيقول لها مينج إنه عاوز يجيب لها هدية قبل ما تسافر من اختيارها وغالباً بيبقى مينج حاسس بالزنب بسبب اللي هو هيعمله وبالذات لإن سونجا مريضة بيقوله إن القوان فات على الكلام ده لكن مينج مش بييأس وبيسأله لو هو سرق من سونجا قلبها هتموت ولا لأ بس ستيف بيتجهله وبيقوله إنه هم اتفقوا وبتبقى باربي مرقب باباها وبتسمع الاتفاق اللي بينه وبين مينج وبعد ما مينج بيمشي بتروح باربي لباباها وبتقوله إنها عارفة إنه هياخد سونجا عشان يعالج سوء وبتقوله إنه دي جريمة قتل لكن ستيف بيقول لها إنه مش هيسيب سوء تموت تستغل لباربي إن باباها في الحمام وبتاخد جواز السفر بتاع سونجا وبتطلع فوق السطح عشان ترميه وفي نفس الوقت بتكسر سونجا الحصالة بتاعتها وبتاخد منها كل الفلوس اللي كانت محوشاها وبتروح تحلق لباباها دقنه وبتاخدهم عند المصور وبتحط لسون يونج ماكياجه وبتخلى المصور يصورهم صورة جماعية وبالليل بيتكلم ستيف مع بنته سوء واللي بتكون تعبنة جدا وبتعايت وبيدي التليفون لباربي عشان يحسسها بالزنب اتجاه أختها فبتديله باربي جواز السفر بتاع سونجا ونفس الوقت بنشوف سون يونج وهي بتدي سونجا من ديليا للموبايل بتاعها الجديد بس سونجا بتطلع لها بالموبايل تاني وبتقول لها إنها جابته لها وبيتفق إنه هم يكلموا بعضه سونجا في أمريكا وقتها بتبقى باربي حاسة بالزنب لإنها اشتركت في اللي باباها ناوي يعمله وبيضرب نفسها بالنبلة اللي سون يونج ادتهالها تذكر سفر شن يزوروها في أمريكا وبعدها بتحمي سون يونج سونجا نايمها وبتقرارها القصة وفجأة بتسمع سون يونج صوت عربي ولما بتخرج بتلاقي باربي واللي أول ما بتشوفها بتعتذر لها وبتقول لها إن أختها صوته لعمرها تعبانة وإنه عمرها ما شفيتها بتضحك وبتوعدها إنها تخلي باباها يهتم بيهم بس سون يونج بتبقى مش فهم حاجة من كلامها وبتعايت وبتعتذر لها وبتطلب منها إنها تهتم بسونجا وتعملها كأنها أختها الصغيرة وبتقول لها إنها بتمرد بسرعة وإنها بتتصرف بالطريقة دي لأنها كبرت من غير أم وبتترجها إن هما ما يضربوهاش لما سمعتش كلامهم وبتقول لها إنها تبقى تشكرها على اللي عملوه مع أختها لما تشوفها بعد وتاني يوم بيستنوا منج على الفطار بس مش بيجي وبتبقى سون يونج زعلنة وبتعايت بس السونجا بتطلب منها إنها تبطل عيات وبتقول لها إنها مش هتروح أمريكا تموت وإنها هتجب لها سوق الحظ بعياتها وبتقول لهم سونجا إنها ممتنة لعمها منج لأنه سبف إنها هتروح أمريكا وفي نفس الوقت بيبقى منج بيستنى الفلوس بتاعت ستيف واللي بيرمهاله على الأرض من التاكسي فبياخدها منج وبيروح يشتري عربية جديدة وبيبقى فرحان بس السونجا بتتصل بي فبيطلب منها إنها ما تلوموش في المستقبل وبيقول لها إنها هي اللي كانت عاوزة تسفر أمريكا وإنه ما كانش ناوي يسفرها أبدا بس السونجا بتقوله إنها ممتنة لي لأنه سفر فبيقفل معها الخط وهو زعلان لكن بينتبه إنه جوه عربية أحلامه فبيفرح بيها وبينسى سونجا وفي نفس الوقت بيبقى بسونجا متوتر وخايف وبيقول إن سونجا هتموت بس السونجا بتحاول تهدي وبتقوله لسونجا إنها هتبقى تزور بس السونجا بتقول إنها عمرها ما هتعرف تجيلها طول ما هي بتبيع مادليات وإنها هي اللي هتحوش فلوس كتير وهتبعت لها تذاكر في الوقت ده بيجي ستيف وبياخد سونجا واللي بتكون مبسوطة مسكة عالم أمريكا وبتركب معها العربية على طول وبتروح سونجا لبربي والمرة دي بتكلمها بالإنجليزي وبتقول لها إن سونجا مريضة وبتطلب منها نتم بيها فبتديها برب جوابه بيمش ولما بتدخل سونجا البيت وبتفتح الجواب بتلاقيه كله عبارة عن كلمة واحدة وهي أسفة فبتفهم سونجا إن في حاجة غلط وبتطلع تجري على العربية بس مش بتلحقها وفي المطار بتبقى سونجا مبسوطة جدا ومسكة عالم أمريكا وبتودع كوريا الفيديو ده كتابته سارة شوكة وسجلته أمع العقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلوا لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلوا لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنمي سليم